أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن مثل هذه الهجمات تشكل إهانة لسيادة العراق وأضاف أن واشنطن تشجع السلطات العراقية على التحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لدعم أمن العراقي واستقراره وسيادته وقتل أربعة عمال يمنين بقصف من طائرة مسيرة استهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق حسب ما أعلنت سلطات الإقليم